تلقى وزير الموارد المائية والرأي هاني سويلم تقريرا حول موقف منظومة الشكاوى بالوزارة وأوضحت تقرير أن مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والرأي بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال الفترة من يناير 2021 وحتى نهاية شهر مايو 2024 بلغت 95.27% بينما انتهت الوزارة من بحث ودراسة 2270 الشكاوى وطلب واستغاثة خلال شهر يوليو 2024 أوضح التقرير أن محافظات البحيرة والدقاهلية وبني سويف وقفر الشيخ جاءت على رأس المحافظات التي تم حسم الشكاوى بها